السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر فريد عارف. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم ازاي ندرس قواعد اللغة الانجليزية. وبالتالي الفيديو هيكون موجه للمعلم مش للطالب او لطالب جميعي بيدرس مادة اللي هي طرق تدريس. ولو حضرتك مدرس لغة انجليزية وتعمل لك انترفيو ممكن تتسأل في حاجة زي دي. طبعا في فيديو سابق انا عرفت كلمة وان كانت تعريف يعني تعريف بسيط. انما اللي بيدرس بتعمق بيعرف ان في تلات مدارس مختلفة كل مدرسة تناولت تعريف بشكل مختلف. وفي نفس الفيديو عرفت لك اهمية وقولت لك ان مهارة فرعية ولكن بتأثر على مهارات اللغة الانجليزية الاساسية. يعني بدون لها تعرف تتكلم ولا تكتب انجليزي بشكل صحيح. اما في الفيديو ده هنتعلم ازاي ندرس وحنا عندنا طريقتين لتدريس طريقة اسمها يعني طريقة استقرائية وطريقة اسمها يعني طريقة استنباطية او استنتاجية وان كنت لا اميل لترجمتهم باللغة العربية. طبعا كل طريقة لها يعني مزايا وعيوب. نبدأ الاول ب يعني بالطريقة دي المدرس بيكتب الامثلة الاول على الصبورة وبعدين يساعد الطالب في استخراج القاعدة وبعدين المدرس يدي امثلة اكتر وباخر خطوة يعملها يدي الهم تامرينات. يعني لو انا عايز اشرح الفرق بين الهومو جرافز والهومو فونز والهومو نيمز. انا مش هجأ اقول لك الهومو جرافز معناها كزا. لا ده انا هكتب لك الامثلة الاول على الصبورة اللي هتساعدك تستخرج القاعدة. فالشاشة اللي قدام حضراتكم هتتحول لصبورة عليها الامثلة هنستخرج منها القاعدة. طبعا لو بصيت هنا على هلاقي تستخدم كفعل بمعنى يعيش مباشر اي تحدث في نفس الوقت. يعني لو بتفرج على مباراة كرة قدم في وقت اللاعب بتفرج عليها كمثلة كلمة دقيقة اللي هو صغير جدا او طبعا الكلمات ديت لو جينا نبص على هنلاقي مختلف فمعمول تحتها علامة خطأ. لو بصيت على هلاقيها نفس فمعمول تحت علامة صح. اما المعنى فالمعنى مختلف فمعمول تحتها علامة خطأ. وبكده هستنتج ان هي الكلمات اللي لها نفس ولكن مختلفة في المعنى والصوت. يبقى وهارجع تاني للشاشة عشان نشوف لو بصيت على هلاقي في ابن وصن شامس. وعندي ليل ونايت فارس. طبعا بالنسبة للسويند فهم نفس الصوت فمعمول تحتها علامة صح. اما بالنسبة للسبيلنج فالسبيلنج مختلف فمعمول تحتها علامة خطأ. اما بالنسبة للمعنى فالمعنى مختلف فمعمول تحت علامة خطأ. وبكده هستنتج ان هي الكلمات اللي لها نفس الساوند ولكن مختلفة في الميننج والسبيلنج. ازن وهارجع تاني للشاشة علشان اعرف الهومونيمز. لو بصيت على هلاقي بمعنى سريع وتستخدم ايضا كفعل بمعنى يصوم. وعندي تستخدم بمعنى يمين او بمعنى صحيح. طبعا لو بصيت على فهي نفس الصوت فمعمول تحتها علامة صح. هو نفس فمعمول تحتها علامة صح. اما المعنى فهو مختلف فمعمول تحتها علامة خطأ. وبكده هستنتج ان هي الكلمات اللي لها نفس الصوت ونفس ولكن المعنى مختلف. ازن والطريقة دي اسمها ازن ملخص يعني امثلة بعدين القعدة بعدين تدريبات او تمرينات. تعالوا بقى نعرف ايه هي مميزات وعيوب نبدأ الاول اي المميزات. او القعدة. النوطة التانية. يعني الطلبة مش هتنسى القعدة لانه هم اللي استخرجوا القعدة بنفسهم وبالتالي هيفضلوا فاكرينها. النوطة التالتة طبعا هتعزز ثقة الطالب في نفسه لانه ساعد في استخراج القعدة. تعالوا بقى نبص على العيوب او. طبعا الطريقة دي بتاخد وقت طويل لانك بتجهز الامثلة على الصبورة وبعد كده تشرح القعدة وبعدين تدي تمرينات. النوطة التانية. يعني ممكن الطريقة دي تسبب بعد الضوضاء لان الطلبة هتشارك في استخراج القعدة وممكن تلاقي الطالب بيتكلم. غير اما تكون انت بتشرح فهم بيستمعوا. انما دلوقتي الطالب هيتشارك في القعدة وهيرفع ايده ويتكلم فممكن تسبب قليل من الضوضاء. النوطة التالتة. يعني الطريقة ديت بتكون كويسة مع الطلاب الصغيرين في السن. تعالوا بقى نبص على الطريقة التانية اللي هي دي دابتيف ميثد. فرستو استارت with giving the students the role. then we have to give them examples to clarify the role. then the students use the role and apply it to examples. finally we give them exercises. بالطريقة دي المدرس الاول بيشرح القعدة. وبعدين بيدى امثلة. وبعدين الطلبة لما بيفهموا القعدة بيبتدوا يطبقوها ويدوهم امثلة. وبعدين ندلهم او تمرينة. قعدة زي قعدة زير. زير es is followed by a singular noun. زير are is followed by a plural noun. بحذر از بقراءة اسم مفرد. زير ار بقراءة اسم جامع. بعدين ادى امثلة. زير اس وان استواتيط ابسل. زير ر two بتاع طريقة مثل. بالنسبة يعني مش هتضيع وقت الحصة لانك هتبدأ في الشرحة على طول والطلبة هتكون بتستمع وبالتالي بتحصل على القاعدة بشكل اسرع. يعني الطريقة دي مفيدة للطلبة اللي هم كبار في السن. وكمان نقدر نقول بتستغرق وقت اليه. تعال نبص بقى على او العيوب. طبعا الطالب هنا بيكون سلبي لان هو بيعتمد على المدرس هو قاعد مستمع للمدرس. وبكده عرفنا الفرق بين والددكتف وتقدر تدرس باي من الطريقتين كل طريقة لها مميزاتها وعيوبها حسب عمر الطالب حسب وقت الحصة. فبتختار الطريقة اللي انت هتدرس بها. لكن سواء هتدرس بال او بالددكتف ميسد لازم توصل للطالب حاجتين. اول حاجة. تاني حاجة. هو شكل القاعدة. فلو انا بشرح درس او صفات المقارنة وعنده جملة. طبعا لما بقارن بين اتنين بحط للصفة اي ار وتلحق بكلمة طبعا انا هوصل الشكل باستخدام لون مختلف فهاجة على الاي ار وكلمة زان ولونهم بلون مختلف او حط تحتهم خط او اعملهم جوا مربع او استخدم حروف وبكده يبقى وصل للطالب الشكل فالطالب لما يجي يقولك انا لو عندي زان هاخد صفة منتهية باي ار او لو عندي صفة منتهية باي ار هاخد وراها زان يبقى ده كده هو فهم الشكل بس لسه ما فهمش المعنى. اما لو انا عاوز اوصل للطالب فلازم الطالب يكون فاهم في الجملة دي انه فهوصلها له ازاي اما باستخدام اما باستخدام اما باستخدام ان انا ارسم له على صبورة او ممكن استخدم اشخاص حقيقين من الفصل او ممكن استخدم يعني ترجمة الى اللغة العربية ويبقى كده انت عندك طريقتين لتدريس الجرامر كل طريقة لها مميزاتها ولها عيوبها ولازم اوصل للطالب وبكده اكون خلصت واتمنى ان ينال الفيديو ردة حضراتكم ويا رات لو عجبك الفيديو تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اترككم في رعاية الله وحفظه وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته